لا أريد لأحد أن يأخذ هذا الأمر خارج السياق أو أي شيء نؤمن به لكن هذا السؤال يطرح وأود أن أجد إجابة جيدة عليه من خلال معرفتي ومتأكد من معرفة الآخرين هل النقاش حول وجهة نظر الوحدانية ووجهة النظر الثالوثية مجرد دلالات إذا كنا نؤمن بإله واحد إذا كان الأمر مجرد دلالات فلماذا نجعله قضية كبيرة إلى هذا الحد لا يتعلق الأمر بالدلالات فقط الآن دعونا نكون واضحين نحن نؤمن بالآب والابن والروح القدس نحن نؤمن أن الله هو أبونا فهو الذي خلقنا ونؤمن أن يسوع المسيح هو ابن الله وإذا درستم الكتاب المقدس فإن مصطلح ابن الله بمعناه الكامل يعني أن الله متجلي في الجسد ليس فقط إنسانا بل هو الله المتجلي في الجسد وليس مجرد روح فقط بل الله في الجسد ونؤمن بالروح القدس حضور الله وقوته ونحن نؤمن بأن الآب والابن والروح القدس هم ثلاثة مصطلحات مهمة التي تدل على إله واحد إنهم ليسوا ثلاث شخصيات مختلفة إنهم ليسوا ثلاثة أشخاص إنهم ليسوا ثلاثة مراكز للوعي عندما تذهب إلى السماء لن ترى ثلاثة أجساد ولكن هذه هي الأدوار الثلاثة لي وهم مهمون جدا كأشخاص وحدانيين لا ينبغي لنا أن نقلل من أهمية هذه الأدوار لماذا؟ لأنها ضرورية لخلاصنا دعني أفسر فقط كإنسان حقيقي يمكن أن يموت من أجل خطايانا ويمكن أن يحل محلنا ويسفك دمه لذلك كان لابد أن يكون يسوع ابن الله لأجل أن يموت من أجل خطايانا ولكن لكي يولد ابنا لا إنسان كان بإمكانه أن يفعل ذلك كان لابد أن يكون الله هو والد الطفل الذي ولد في بطن العذراء وبعد خلاصنا لا يرجع هذا فقط إلى ما حدث قبل ألفين عام بل يجب تطبيقه على حياتنا اليوم كيف يحدث ذلك؟ يأتي الله إلينا بروحه إذن الله ليس ثلاثة أشخاص أزليون هم الآب والابن والروح القدس بل هو الله لقد عمل في حياتنا كأب وابن وروح من أجل هدف محدد وهو فدائنا وخلاصنا من الخطيئة لذا مع هذه الخلفية ثلاثة أشخاص ولكن إله واحد سيكون هذا تحريفا لأنه يتدخل في هذه الفكرة القائلة بأن طبيعة الله تحتوي على بعض التمييز أو الانفصال أو التقسيم لذا أقول إن الأمر أكثر من مجرد دلالات الآن سأسارع إلى الإضافة هناك العديد من الناس الذين قد يتحدثون باللغة الثالثية ولكن لديهم في الأساس نفس المفهوم الذي لدينا قد يكون هذا مجرد دلالات في بعض الحالات ولكنني أعتقد أنه مهم لأسباب عملية أولا وقبل كل شيء من الذي نصلي له؟ نحن بحاجة إلى أن نعرف على وجه اليقين هل نصلي إلى واحد؟ هل نصلي إلى ثلاثة؟ عندما نصل إلى السماء من سنرى؟ هل سنرى واحدا؟ هل سنرى ثلاثة؟ هذا يحدث فرقا في من هو إيماننا؟ وأهمية اسم يسوع علينا أن نفهمه لأننا عندما نصلي باسم يسوع نتوقع طرد الشياطين نحن نتوقع أن يتحرر الناس ويشفوا ويستقبلوا الروح القدس ولكن إذا كان التركيز على الآب والابن والروح القدس إذن اسم يسوع لا يتم تعظيمه ولا ننال من الله ما أعطانا إياه يريد أن يعطينا الإجابة لذا هناك العديد من الأسباب العملية التي تجعلنا بحاجة إلى معرفة الإجابة على هذا السؤال وأود أن أقول كما تعلمون أن بعض الناس يقولون حسنا إنك تثير الانقسام فحسب أنت فقط تسبب الارتباك والخلاف لماذا لا تتجاهل الموضوع؟ هذا ما أقوله إذا كان هناك أي رسالة في الكتاب المقدس تم التأكيد عليها فهي أن الله واحد لقد تم ذكر ذلك مئات المرات لذا إذا كنت سأصبح واعظا ومعلما للكتاب المقدس فليس من حقي أن أختار ما أريد يجب أن أكرز وأعلم بما يقوله الكتاب المقدس يجب أن أؤكد على ما يؤكده الكتاب المقدس لا أستطيع تجاهل ذلك لذا أود أن أقول أن الأشخاص الذين يقومون بالتدريس بطريقة مختلفة في الواقع هم من يسببون الارتباك أنا لا أحاول التسبب في أي خلاف أو انقسام أو ارتباك أو جدال أنا فقط أحاول العودة إلى الأصل وإذا فعل الجميع ذلك إذن سيكون الأمر مجرد مسألة دلالات سنعتقد جميعا نفس الشيء ولكنني أعتقد أن هذه رسالة أساسية إنها رسالة تأسيسية لا يمكننا التقليل من ذلك ويمكنني أن أتطرق إلى أكثر من ذلك ولكن العبارة الكلاسيكية في تثنية ستة أربعة اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد ثم في مرقس الإصحاح الثاني عشر فتقدم كاتب إلى يسوع وقال له أية وصية هي الأولى وقال يسوع في مرقس 12 28 إلى الحادي والثلاثين أن أولى الوصايا هي اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك فإذا قال يسوع هذا هو أول شيء يجب عليكم القيام به بشكل صحيح حسنا أعتقد أنه يتعين علينا التحدث عن هذا الأمر يتعين علينا تعليمه يتعين علينا التبشير به ولاحظوا كل من التثنية ويسوع فهما يربطانه يجب أن تؤمنوا بإله واحد ولكن عليكم بعد ذلك أن تحبوه بكل كيانكم لذا فإن الأمر لا يقتصر على الجانب الفكري فنحن لا نناقش أمورا فكرية وفلسفية فحسب الهدف هو من نعبد من نحب من نتبع من نؤمن لمن نصلي إنه الأمر الأكثر عملية معرفة من هو إلهكم ومعرفة اسمه شكرا شكرا